رالي قوي تسجله أسعار الليثيوم دفعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من انتعاش الطلب العالمي على المعدن الذي يعد مكوناً أساسياً للبطاريات بينما لا تزال هناك قيود في جانب العرض كربونات الليثيوم وصلت إلى مستوى قياسي عند 75 ألف دولار للطن ضعف المستوى المسجل في بداية هذا العام بحسب مؤشر تابع لشركة ايجين متل يأتي هذا الارتفاع المتواصل في وقت تزدهر فيه مبيعات السيارات الكهربائية في الصين أكبر سوق في العالم محققة نمواً بنسبة 83% على أساس سنوي في سبتمبر ينضم إلينا من بيرث مايكل نيلور العضو المنتدب في EV Metals Group PLC أهلاً بك مايكل رالي قوي تسجله أسعار الليثيوم نراها عند أعلى مستوى على الإطلاق إلى أي مدى يتوقع أن تصل أسعار الليثيوم إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الارتفاع بالنسبة لنا أن كربونات الليثيوم ومونوهيدرات الليثيوم ترتفع أسعاره مع النصف الثاني من هذا العقد وأيضاً هذا العجز في الصناعة والقطاعات لا سيما فيما تعلق بالمعادن وأيضاً هناك هذه المكونات الكيميائية التي هي تستخدم وهي لازمة لبعض الصناعات والآن مع هذه الفترة كان هناك هذه الكميات القليلة ونرى هذه الأسعار ترتفع الآن وأيضاً بعد 2030 سترتفع الآن نحن نتحدث أو تذهب الأسواق العالمية تجاه السيارات الكهربائية الاعتماد الأكبر على البطاريات هل هناك بديل لاليثيوم في المرحلة المقبلة؟ هل هناك أي بدائل؟ الآن هل يمكن أن يصل مستوى الليثيوم أو أسعار الليثيوم إلى مستويات قياسية؟ يمكن أن تؤثر على صناعة هذه البطاريات للسيارات الكهربائية؟ وبالتالي تؤثر على خطط التحول للطاقة النظيفة؟ بالنسبة لنا الليثيوم هو المعدن الأساسي المحوري وأيضاً المواد الكيمائية التي تعتمد على الليثيوم هذا أساس مستقبل البطاريات التي يتم شحنها للسيارات الكهربائية وأيضاً لتخزين الطاقة الكهربائية إن كيميائيات وتكنولوجيات البطاريات للبطاريات القابلة للشحن بناء على الليثيوم هي متمحورة على الفترة بين 5 إلى 10 سنوات سيكون هناك تقييم للبدائل مع تطور السوق ولكن حتى الآن إن سوق الليثيوم سيخيم عليه هذا المعدن فقط لا سيما فيما تعلق بهذه البطاريات الفائقة الأداء وأيضاً البطاريات من الطرازات الأخرى طيب هناك ربما مشاكل أو قيود من جانب العرض كيف يمكن التعامل معها لرفع المعروض في السوق؟ أظن أن سلاسل الإمداد والتوريد يجب حلها على المستوى الدولي العالمي لا سيما مع هذه التوترات الجيوسياسية الآن التي تؤثر على هذه السلاسل بالبدء بهذه البلدان التي نجلب منها هذه المعدن مثلاً أستراليا ولكن هناك هذه الوتيرة المتسارعة الآن للتنقيب على جيوب جديدة للليثيوم من أجل ضخ هذه المادة لأوروبا والسوق الأوروبية وأيضاً في شمال أمريكا الآن ما نرى أنه في هذه المرحلة هناك هذا التبعية على الأسواق الأوروبية والأوروبية الشمالية بهذه القدرات أيضاً للإنتاج عند المصاب وعند المنشأ من هذه المواد الأولية الكيميائية أيضاً مع بعض المونوهايدريت المتعلق بليثيوم وكربونات الليثيوم وهناك أيضاً هذه التضفقات إلى بلاد المصاب وهناك هذه القدرة الإنتاجية العالمية التي نحددها خارج الصين في أمريكا الشمالية وفي أوروبا الآن مع بناء هذه المنشآت الصناعية والمدن الصناعية أيضاً في المملكة العربية السعودية مع هذه المشاريع الجديدة للمنشآت الليثيوم والنيكل من أجل التطوير وصناعة هذه المواد للبطاريات وأن المملكة هي الآن في موضع استراتيجي من أجل زيادة الحصة السوقية مع هذه الحاجة الآن في سلاسل التوريد والأنداد السيم في متعلق بهذه المواد الكيميائية إذا تحدثنا عن حركة الدومينو عند ارتفاع أسعار الليثيوم بهذا الشكل ما هي المعادن التي يمكن أن تلي الليثيوم ونرى فيها ارتفاعات قياسية بناء على ما رأيناه في أسعار الليثيوم الليثيوم هو معدن يستخدم لصناعة البطاريات القابلة للشحن لأسعارات الكهربائية أيضا هناك حاجة إلى النيكل وبناء على صيغة هذه المواد الكيميائية وهناك أيضا بعض البطاريات القليلة الكثافة الكهربائية التي لا تعتمد على النيكل ولكن على الليثيوم وما نسميه الف بي وهذا المنتج الف بي سيكون لدي حصة أكبر في السوق مع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية والبطاريات المذكورة في 2030 وما بعد ولكن حتى الآن هناك هذا المعدن الذي سيعتمد عليه النيكل أيضا وبناء عليها أن البطاريات المستخدمة للأداء العالي لهذه السيارات الكهربائية فما تعلق بالمركبات التجارية الأكبر حجما نرى هذه التبعية على الـ FB مايكل نيلور العضو المتدب في EV Metals Group PLC كنت معنا من برث شكرا جزيلا لك